لسه بنتكلم عن فكرة التعايش وتأقلب مع كورونا وزي ما قلت لحضراتكم بدءا من غدا هيتم تنفيذ قرار رئيس الوزراء بشأن الزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعي طبعا منها مترو الأنفاق المواندس كامل الوزير وزير النقل كان طالب قيادات شركة المترو التنسيق المستمر مع وزارة الدخلية لمتابعة تنفيذ هذا القرار وهو قرار أن كل المواطنين في مترو الأنفاق يبقوا لبسين الكمامات ووجه الوزير بضرورة إعداد جداول تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة ده تزامنا مع عودة تشغيل مترو الأنفاق بدءا من بكرة إن شاء الله لتتناسب مع قرار توقيت الحذر الجزئي لحركة المواطنين خلونا نستعلم مع حضراتكم جداول التشغيل الخاصة بالمترو بدءا من غدا موعيد تشغيل قطارات المترو مترو الأنفاق في الخطوط الثلاثة هيتم تشغيل واحد وتمانين قطار بالخطوط الثلاثة بشكل يومي زمن تقاطر أربع دقايق ويمكن تقللها لتلت دقايق في أوقات الذروة قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من حلوان الساعة سبعة وربع مساء قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرى الخيمة والمونيب الساعة سبعة ونص مساء آخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة سبعة وربع مساء آخر قطار من العتبة تمانية لربع سبعة وربع مساء تشغيل الخطوط الثلاثة بدءا من غدا الساعة السادسة صباحا ده فيما يخص بخطوط مترو الأنفاق بخطوطها الثلاثة بدءا من غدا كمان وزير النقل مأكد أنه في إطار خطة الوزارة للاستغلال الأمثل لموارد وطاقات السكة الحديد تم توجيه قيادات السكة الحديد بإعداد جداول تشغيل للقطارات برضو وبتتناسب مع حجم الطلب المتزايد على القطارات ده بتزامن مع عودة تشغيل القطارات بدءا من غدا السبت أستعرض مع حضراتكم أيضا تفاصيل هذه الجداول تشغيل القطارات بدءا من غدا وتقرر تشغيل 664 قطار يوميا على الوجهين القبلي والبحري تعديل موعيد 10 قطارات على الوجه البحري ابتداء من يوم السبت أو غدا تشغيل القطارات من السادسة ونصف صباحا حتى السابعة ونصف مساء يعني قبل حركة الحضر أو الحضر بنصف ساعة هيتم تشغيل 54 قطار على خط قاهرة الإسكندرية تشغيل 50 قطار على خط القاهرة الساد العالي وتشغيل 36 قطار على خط القاهرة منوف طنطة دي أعداد القطارات وخطوط القطارات اللي هتبدأ شغلها من غدا والموعيد الجديدة لمتر والأنفاء وخطوط الأطر بمختلف خطوطه عندنا 664 خط من الساعة السابعة أو من الساعة الستة ونصف صبح لسبعة ونصف مساء توقيت التشغيل